كما التقى رئيس مجلس الوزراء نظيرته السربيا أنا بيرنابيتش لبحث سبولي تعزيز تعاون المشترك وخلال اللقاء لفت مدبولي إلى نتائج الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى السربيا في يوليو 2022 موضحا أنها تكللت بنتائج إيجابية ملحوظة للبلدين ومشيرا إلى أهمية استمرار تبادل الزيارات عالية المستوى كما أكد مدبولي تطلع الجانب المصري إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذلك رغبة مصر في تطوير التعاون في مجال استيراد القمح والحبوب